السلام عليكم ومتتبعاتي الغاليات مرحبا بكم معي من جديد وصفة جديدة فيديو جديد كانتمنى هدلا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وصفتنا اليوم ان شاء الله غدي نحضر معاكم غالت والمادق دي الكراميل كي يجي رائع جدا بيضة واحدة فقط كي اعطيوح للكمية اللي كثيرة كي يجيه شيش بزاف إلا جربته انا اكيدا غدي نال الإعجاب ديالكم ولا اعجبوكم هدلا فيديو بطبيعة الحال كانتمنى انكم توصلوا لأكبر عدد منا اللايكات ونتقلوا باش نتعرفوا عن المقادير وكذلك طريقة التحضير بالنسبة للمكونات عندي بيضة كاملة بالنسبة لهد البيضة هدي بالنسبة لذاك الأصفر غدينا ندهن به في الآخير القالي ديالي ولكن ذاك البيض ما كلاش نضيعه حتى هو زدته هنا كذلك غدي نضيف غرشة ديال الملح ثم غدي نضيف كاس إلا ربع من السكر نخلط الكل مزيان حتيت جانسوا هاد المكونات ونلاحظوا ان دوك الحبيبة ديال السكر دابو كذلك لو الخالي تغير نوعا ما الى البيض نخلط الكل مزيان نضيف هنا يا كيس من السكر فاني كذلك غدي نزيد كاس إلا ربع منه الزيت طبعا العبار بالكاس ديال العنبه السيعة دياله 150 ميلي كذلك نخلط الكل مزيان حتيت جانسوا هاد المكونات قليت كيجي رائع جدا اقتصادي كيصلح هكا ياخدوه الوليدات المدرسة صافي هنا بعد ما بخلط هاد المكونات مزيان غدي نضيف واحد المكوين اللي كيعطي واحد الليته وكذلك اللون لهاد القليت هاد هو فلان من نكه ديال الكاراميل غير ضيفوه اخواتي كيعطي المدرسة مزاق رائع جدا صافي هنا يا غدي نخلط الكل مزيان غالت اللي ساهل في متناول الجميع ساهل في التحضير ما فيش كترة المراحل او التعقيدات وكيوجد الحين صافي هنا يا كما كتلاحظوا مزيان اللون رائع لهاد القليت هنا غدي نضيف كذلك كأس من الدقيق ثم غدي نزيد الكأس الثاني بالنسبة لكأس الثالث غدي نضيفه بالتدريج هنا كذلك غدي نضيف كيس من خاميرات الحلويات الوزن ثمانية غرام ونجمع الخالج ديالي طبعا ضروري تكون العجينة ارطبة ما تكونش كتلتسق في اليدين وكذلك ما نقصوش العجينة سوف نحصل على واحد القليت اللي يجيه شيش هنا بالنسبة لهذا الكأس الثالث غدي نضيفه تدريجيا لانه النوعية ديال الدقيق كتختلف انتم ما ممكن اخواتي تضيفه ثلاثة او اقل او اكتر على حسب حجم البيضاء اللي ضفته كذلك على حسب النوعية ديال الدقيق هنا بالنسبة لي انا ضفت ثلاثة ديال الكؤوس طبعا العبار بالكاس ديال العنباء بالنسبة للكاس كاي عبر 100 غرام من الدقيق مايو عادي 300 غرام هنا صار فيها دول قوام اللي خصنا نتحصلو عليه كما ما تلاحظو يعني عجينة ارطبة ما كتلتسقش في اليدين وكذلك ما قصحتهاش هنا اخديت اللطة اللي فرشتليها ورقة الزبدة ممكن تدهنوها بالزيت وبالنسبة للفر انا وضعته يسخن على 170 درجة كان شكل الغالد ديالي على هات الشكل هذا بالنسبة للحجم انا قدرت حجم اللي متوسط ممكن تصغره او تقفره ولكن هاد الحجم هذا اللي درت انا كيجي يعني مناسب كيجي رائع هنا كما تلاحظو اخواتي كنكور هكا العجينة ديالي على هات الشكل هذا ثم قنبسطها لانه اه فيه الخاميره وغادي زيدي الضاعف الحجم دياليه هنا يا را خرجتلي لطا وبقي لي عاد هنا كما كتلاحظو يعني را كيعطي واحد الكيمية اللي كتيره سافي هنا بعد ما كملت كنحاول انه ينبسطه على هات الشكل هذا بالنسبة هنا سوف ندهن صفار بيضاء اللي خليته اللي دفت له ملعقة من قهوة سريعة الدوابان ثم مصد له ملعقة صغيرة من الخل سافي كان ندهن قالي ديالي على هات الشكل هذا ممكن هنا يا تزينوه بسيمسيم اي هو الجلجلان او تخليه غير هكا سافي هنا بعد ما كملت كان اخذ واحد الفورشيطة وكن زين على هات الشكل هذا بالنسبة لتزين زينو على حسب الرغبة ديالكم ندر تغير خطوط على هات الشكل طريقة اللي سهلة اخواتي كنتمنى اخواتي تجربوه فعلا كيجي رائع جدا كيجي لدي دهشيش وكيصلحت للفطور هكا الليوليدات سافي هنا قد ندخلها للفرن انشاء عليه طبعا النار من الاسفل حتى اللاحظ انها بدك يحمر من الجوانيب ثم انشاء عليه النار من الاعلى تياخد ليدك اللون الذهبي ما كياخدش الوقت بزابت قريبا 25 دقيقة كان واجد وكان هدا هو الشكل النهائي ديال اللي قالت اللي حضرت معاكم كيجي رائع جدا غير جربوه انا اكيدا غدينا الاعجاب ديالكم كما كتلاحظو كيجي يهشيش بزاف المنظر ديالو كيجي رائع جدا كذلك الماداق يجي لديد ذاك الماداق ديال كاراميل اللي ضفنا له كيعطيه تلون ثم الماداق اللي لديد وكيعطيه كما كتلاحظو كيجي يهشيش بزاف نفس الوقت كيجي من قرمش كنتمنى ان شاء الله اخواتي تجربوه وتخليو لي الاراء بالتعاليق وبطبيعة الحال اعجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وكذلك الاشتراك اللي ما زال ما اشترك في القناة وإلى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفة جديدة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة